السلام عليكم مباشر 24 أهلا بكم تحذير من زلزال جديد من عيار سبع ريختار أطلقه العالم الهولندي الشهير محذرا العالم من شر قد اقترب بسبب هندسة كوكبية حرجة مطالبا بحالة الاستعداد القصوى بسبب ظاهرة حرجة في الفضاء ماذا قال العالم الهولندي عاد العالم الهولندي راصد الزلازل فرانك هوجر بيتس للتحذير من زلزال ضخم يضرب الأرض خلال الفترة ما بين السادس والثامن من يونيو جاري بعد ظهور القبر الجديد في السادس من يونيو تحدث العالم الهولندي عن هندسة كوكبية حرجة تؤثر على النشاط الزلزالي على الأرض مشيرا إلى أن الأرض ستواجه اقترانين يشملان عطارد والزهرة اليوم الرابع من يونيو مما قد يؤدي إلى نشاط زلزالي كبير وغرد العالم الهولندي عبر حسابه على منصة إكس سيكون لدينا هندسة حرجة في اليوم الرابع من يونيو مشيرا إلى اقترانين متزامنين الأول هو عطارد والأرض والمشترة والثاني الزهرة والشمس والأرض مؤكدا أن ذلك يعني أننا يجب أن نكون في حالة تأهب قصوى وركز العالم الهولندي على الفارق في التوقيت بين الاقترانين قائلا هناك احتمال حدوث زلزال كبير حيث إن الاقترانين يحدثان وبينهما أقل من خمس ساعات وهو أمر بالغ الأهمية وتابع راصد الزلازل الذي حصل على شهرته من نجاح توقعاته بشأن الزلزال التركي المدمر في السادس من فبراير من العام الماضي مؤكدا أننا نرى أيضا اقترانين للقمر قادمين أحدهما مع أورانوس والآخر مع المشترة وبعد ذلك سيكون القمر بين الأرض والشمس ونحن نعلم أن هذا هو القمر الجديد يحدث ذلك في اليوم السادس من يونيو ولكن مع كل ذلك متى تحدث الزلازل؟ أجاب العالم الهولندي عن التوقيت الذي يتوقعه لحدوث النشاط الزلزالي الكبير قائلا من الصعب بعض الشيء تقدير ذلك ولكن على الرغم من ذلك فإن تقديري هو أن الفترة من السادس إلى السابع إلى الثامن من يونيو هي الفترة الأكثر أهمية على الأرجح ويمكن أن يكون هناك هزة كبيرة في حدود السبع درجات على مقياسي الاختر تحدث العالم الهولندي الذي تقوم نظريته على وجود علاقة بين حركة الكواكب في السماء والنشاط الزلزالي على سطح الأرض تحدث عن وجود هندسة كوكبية حرجة وخاصة هندسة الزاوية اليمنى التي تشمل كوكبي الزهر وعطارد وذلك أيام السابع والثامن والعاشر من يونيو مؤكدا أنه لدينا إثنان من الاقترانات الكوكبية الشمس وعطارد وأورانوس في اليوم التاسع من يونيو الشمس وعطارد والمشترى في اليوم العاشر من يونيو وفسر فرانك هذه الاقترانات الكوكبية مؤكدا أنها في حد ذاتها ليست حرجة للغاية ويمكن أن تؤدي إلى زيادة النشاط الزلزالي الذي يقترب من ست درجات لذلك من المحتمل أن نشهد زيادة في النشاط الزلزالي حتى اليوم الحادي عاشر فهل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟ نهاية مباشر 24 سلامكم الله جميعا وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر